وصلنا أن المفاهيم أو نقدر نقول أن المفاهيم التي نتعامل معها في حياتنا اليومية أو في تحليل الظواهر هناك مفاهيم لا يختلف عليها اثنين ومفاهيم أخرى ليست محل اتفاق وهي كثيرة جدا في حياتنا هنا يأتي دول النيتروسوفيك في حسم القضايا الخلافية في مجالات أو في مجال البحث العلي يعني بمفهوم بسيط وأمثلة بسيطة في الحياة لو في مجمع من البشر في الكون إذا اخترنا المفهوم أن شخص مثلا مصر فهذا المفهوم بسيط فمن السهل جدا تحديد من هو المصري ومن هو الليبي ومن هو السوري ومن هو المغربي ومن هو وهكذا الأمريكي ومن هو لذلك ده الحاجة اللي هي تختلف اللي هي محل اتفاق دي في الرياضيات العادية ولكن المفاهيم التي ليست محل اتفاق وهي كثيرة جدا ومنها مفهوم مثلا شخص ذكي من الصعب الاتفاق على تحديد هذه الصفة أو صفة الزكاء وبالتالي نشأ هنا الصفات اللي هي الغير محددة أو صفة الجمال أو صفة الغباء كل هذه الصفات الرياضيات العادية أو الخلاسيكية كان من الصعب التعامل مع مثل هذه التجمعات فهي تجمعات ولكن لا تمثل الفئات لأن الفئة في الرياضيات العادية لابد أن تجمع ويملك صفة مشتركة لهذا التجمع ومحددة تحديدا تم وبالتالي الصفات ظهر هنا عشان التجمعات دي ظهر النظرية الفاظية أو دخلت نظريات جديدة أخرى لمعالجة مثل هذه الصفات الغير محددة جي بعد كده نظرية المجموعات النيترسوفكية سواء في الكريسب أو اللي هي جاية من الفاظي لتعالج مثل هذه القضايا اللي هي تملك اللاتحديد أو تملك التجمعات ولكن صفات وجيت بعد كده المجموعات النيترسوفكية والأبنية التوبولوجية اللي تبنت على هذه المجموعات وطبعا قدمنا قبل كده بعض أمثلة للنمازج الرياضية لحل القضايا المختلف عليها من وجهة نظر النيترسوفكية فتطوير الأبنية أو البناءات النيترسوفكية تساعد في حل المشاكل الخلافية حل المشاكل الخلافية التي تحدث من خلال دراسة الظواهر من خلال مناقشة القضايا من خلال اتخاذ قرار هناك مشاكل خلافية في العلم لأن العلم قلنا أن وجهات نظر أن الحقائق أن ما فيش حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى وكله وجهات نظر من خلال البحث العلمي بآليات بعد كده حاجة هامة جدا وكتفكرة أحد الأفكار أو الخطط البحثية لاستخدام النيترسوفك لتحسين وحفظ واسترجاع الوثائق الوثائق القديمة مثلا اللي موجودة في مجمع التحرير الوثائق اللي هي منذ زمن أو منذ كورون قرن قرنين ثلاثة ممكن يبقى فيه وثائق الحضارة الفرعونية القديمة هي أول من وضع أسس وقوانين وأنظمة وقواعد لتدوين وتوثيق أو التدوين والتوثيق بناء على مقولة شهيرة تم ترجمتها في من الحضارة أو من اللغة الفرعونية القديمة هذه المقولة يقول إن ما لم يقيد في وثيقة لم يعد موجود أو غير موجود وهو ما أدى إلى أن امتلأت الآثار أو آثارهم بالكتابة والرسوم عن طريق وظيفة لكاتب عندهم المحل بين كاتب وظيفة كاتب في الدولة الفرعونية القديمة وأصبحت صورة هذا الكاتب مألوفة في الآثار الفرعونية اللي تم بعد كده ترجمتها وتحويلها موجودة الصور الموجودة على صور المعابد والأهرامات أو الآثار الفرعونية وحطهم وبصتهم ملفات الوثائق في الأحجار أو في ما يسمى حجر هيدون فيه بالقلم ما يسمع ويراه وطبعا تم اكتشاف كثير من الكتابات المصرية القديمة على أوراق البرد وكثير من الوصايا والتعاليم الدينية والأخلاقية عند القدماء المصريين وبالتالي هم عرفوا أول ما عرفوا موضوع التوثيق والكتابة مثل أكثر من خمسة ألاف عام مثلا الأسكندرية كانت المركز الرئيسي لهذه الوثائق الرسمية تعتبر أرشيف الدولة أو الفرعونية ودار الوثائق فيها كانت في الأصر الملكي في ذلك الوقت وعملهم أنشاء دار توسيق في عاصمة كل إقليم طبعا لما جه محمد علي في ولاية البلاد وعايز يقول أنا حط أو هضع أسس للدولة الحديثة في مصر وده الجهود اللي بازالها محمد علي في إنشاء الدولة الحديثة عشان يدعم الدولة المركزية في مصر أنشأ محمد علي حاجة اسمها الدفتر خانة سنة 1829 أنا بقول الجزء التاريخي ده علشان أنه فيه وسائق وفيه حاجات تأكلت من الأوراق دي وحط محمد علي مصطلح الدفتر خانة ده مزيج ما بين دفتر باللغة العربية به خانة من العربي وخانة بالفارسية وتعني الدفتر خانة يعني المكان أو مكان حفظ الدفاتر دي وتم تشيد في رحاب القلعة وبجوار المنطقة الأثرية حط محمد علي مصطلح اللي هو إنشاء اللي هي الدفتر خانة دي وبجوار منطقة بأشهر المساجد الإسلامية في القاهرة بعد كده اسم الدفتر خانة تغير تغير إلى ما يسمى بالدووين واليزارات زي ما هي موجودة حاليا الوقت وقام عمل حاجة اسمها دار المحفوظات العمومية وتتبع وزارة المالية دار المحفوظات دي بها العديد من الوثائق النادرة في تاريخ مصر أكثر من 172 نوع من الوثائق والمستندات وده من واقع السجلات الموجودة أو الجرد الفعلي للدار دي وده على سبيل المثال للحصر فيه سجلات وفيه مكلفات أطيان زراعية وفيه عوائد وفيه ده من سنة السجلات والمكلفات دي تقريبا من سنة 1905 اللي الوثائق القديمة حتى 1971 78 73 المهمة تختلف البداية وإنها الفترة من المحافظات الأخرى دي تبقى للسجلات الموجودة أو الواردة في الدواء هناك السجلات أنا بتكلم على الوثائق القديمة علشان أبدأ أعمل نظام زكي لاسترجاع وتحسين وتحليل هذه الوثائق عن طريق النيتروسول طبعا هناك أسماء عديدة من الدفاتر بالنسبة لكل المحافظات أو المحافظات دي موجودة هناك خرائط مساحية برضو مختلفة ومتنوعة ومتحدة السنوات الحاجات القديمة يعني والجديد طبعا هناك ملفات أخرى بتاع خدمة المواطنين وملفات